فيطلع علينا من لا دين له ويقول لك احنا هنمنع النقاب يا اخي شلت يدك قبل ان توقع على هذا الامر ايا كان من انت عايز تمنع النقاب طب امنع يا اخي قلة الادب طب امنع الافلام الماجنة طب امنع افلام الجنس في مصر وعمل قيود على النت طب امنع البنات اللي بتطلع في التيك توك اريانا طب امنع التبرج في المدارس امنع البناطير الديقة امنع اللي بتمشي في الشارع وهي كاسية عارية مائلة مميلة ادي قرار بمنع هؤلاء قبل ما تمنع النقاب ثم اين الحرية انا من حريتي ان انا اطلق لحيتي انا من حريتي ان انا لبس نقاب انت ليه تقيد حريتي ويطلع لنا رجل بلغة من العمر اردالة يا اخي فتكر ابرك اللي هتتقل فيه بعد ايام او شهور تقول النقاب ليس فردا وليس من الدين وليس سنة وليس واجبا وانا اطالب بتعميمه في جميع المصالح الحكومية يا اخي والله سنلقاك بين يدي الله عز وجل ونقتص منك يا امن شوهت الدين ولبست على العامة هذا الامر النقاب ليس من الدين اما لمنة عائشة لما قالت كانت المرأة اذا حجت او اعتمرت خلعت النقاب والقفزين ده معنى ايه انت درست فقه على انهي مازها انت مسكتك تفقه في حياتك اصلا انت تعرف يعني ايه فقه اما ام المؤمنين عائشة تقول خلعت النقاب والقفزين يعني هي لابسة ايه يعادم الفهم يعادم الدين حينما نبتلى بمثل هؤلاء فالواحد يعني والله باطنه الارض خيره لنا من ظاهر احنا نروح نموت احسن لما يكون في بلد دينها الرسم الاسلام ويجرم ويحرم ويمنع النقاب ده انت لا تجرؤ انك تمنع واحدة متبرجة انها تدخل المدرسة او مصلحكمية انما هذا الدين مالوش ظهر مالوش حد بين اظهرنا هو له رب يحميه وانا بقول لكم هو سجلوها علي الامر ده لن يطبق ولن ينفذ لانه غير دستوري وقبل كده رئيس جامعة الازهر ورئيس جامعة اظن المنصورة او الزخزيق عمل كده والبنات خدت حكم بالمحكمة الدستورية انه لا يجوز ولا وذلك يعني الموضوع هيطلع على فشوش ولن يستطيع وانا بقى اتحدى ان الموضوع ده يتطبق لن يحدث انا ليه اخ حبيبي نزل مصر قريب كان اول مرة مرة ينزل مصر قال لي انا فوجيت بحاجة حلوة اوي احمد في مصر قلت له يا حبيبي قال لي عندكم تشار للنقاب بطريقة ماشاء الله جميلة اوي هو قد كده النقاب يوجعكم يعني الرجل اللي مكانش يعرف مصر ولا جاء قبل كده وكان نازل فاكر بقى مستومعة ان مصر دي بقى عن شارع الهرم وكازنوا الليل فاردقة ناس قال لي الناس طيبة ماشاء الله وفيه احترام عام في الشارع وحشمة وفيه ازدياد للنقاب ماشاء الله انا بقولش ان المنتقبات دول كلهم في الجنة وكلهم صح والمتبرجات في المقر ما قلتش كده عشان ما طلعش واحد سقيموا الفهم يقولك ده الشيخ بيقولك المنتقبة هيك كويسة ومش منتقبة لا فيه منتقبات عايزين اطعر ابيتهم وفيه ملتحين لوطول اضربهم بالجزمة لكن القعدة العامة ان النقاب فريضة وبعض اهل العلم قالوا بس هو ايه فضيلة قلنا لهم ماشي بتاع الازهر اللي طالع الشيخ كريمة وانا يعني انت لا تعلم عن الدين اكتر من معرفتك عن الكريمة اللي بتتحط على الشوكولاتة او على التورتة هذا ازعم ذلك لان انك تقول ليس من الدين انت مقاردش للشافعي ولا مالك ولا احمد ولا ابو حنيفة ما سمعتش عن الامة الاربعة انت بتعبد ايه انت ديانتك ايه يا اخي انت بتجيب الكلام ده من ايه ما هلناس اما بتسمع الكلام ده بتقول لك ده الشيخ في الازهر وبيجيبه في التلفزيون اكيد فعلا ماش حاجة في الدين اسمانقا قمنا عايشة كانت بتضحك علينا اما قاتلنا خلعت النقاب والقفاسي قمنا عايشة كانت بتضحك علينا ما كانش عندهم حاجة اسمانقا يا اخي ده انت لو بتفهم في التاريخ هاتي الافلام القديمة شوف اقول لك ايه هاتي الافلام اللي اتعملت عن فترة سعدي زغلول وتعملت عن فترة مصر في الاوائل القرن السابق ما كانش فيه واحدة ماشية في الشارع من غير نقاب يا معتو يا يا من تدلس على الناس دي نهب انا اسف ان انا شتمته انا اسف مش لانه لا يستحق عشان ما يصحش ان انا شتم الافلام القديمة لو تجيب افلام بتاع سي السيد وسيدنا الحسين نداني يا سي السيد ما كانش في مصر واحدة مش منتقبة يا راجل اتقوا الله انتوا بتعبدوا ايه انتوا دينكوا ايه لما تيجي تقول للنقاب يجرم او يحرم والنقاب ليس فردا وليس من الدين كل الفقه اللي انا بادرسه والعلماء بيدرسوه لطلبة العلم جايبينوا احنا منين جايبينوا منين احنا فين البخاري ومسلم والايمة دي كلها عشان تطلع انت تقول لي طب وانت متنرفز لي يا شيخ متنرفز عشان حضراتكم تسعي وتسعين في المية من الناس بتسمع له انا بيسمع لي خمسة عشر عشرين مية انما اللي بيسمعوا له مئات الالاف والحلقة بتاعته بتتشير وتتنشر وكله بيسمع وكله بيتقول وكله بيتردد ويطلع واحد مش فاضي الناس مش فاضية هم جوعين الناس عشان ما يدوروش على حاجة لا يدوروا في دينهم ولا يدوروا على حاجة يدوروا على جوع كلبك يتبعك خلي الناس مشغولة باللقمة واكل العيش عشان ما تسمع يطلع ده في اختصار اه اه ده فعلا النقاب ده حاجة وحشة دكخة عيب عيب والله اللي انتو بتعملوه تجاوز حد العيب وقعوا حد فيكو يكون فاكر ان انا عبيط وعارف ان الكلام ده كله مش معمول طلق عشان يخب بلاوة بتحصل كل ده احنا عارفينه بس فاط بنا يا كلبا عيبا هو الدين ده ملو الصاحب يطلع اي واحد ربنا يا اخي الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاة انتو بتقيموا الكفر بتنكروا دين معلوم من امر معلوم من الدين بالضرورة كاش تغطية وجه المرأة من الدين من الدين وانت تطلع تقول للنقاب ليس دينا وتمنع المرأة المنتخبة يعني انت تتب واحد ملوش اي ثلاثين لازمة يجبر زوجة المنتخبة تخلع نقابها عشان حضرتك عايز تطبق اجندة ولا عايز تتوه على مواضيع قدام الناس انت مين اصلا انت امام الله عز وجل انا انت خصمي يوم القيامة انا محدش يعرفني وانا راجل لا قيمة لي وانا راجل مليش لازمة بس والله لا اختصمك يوم القيامة يوم القيامة انا خصمك امام الله عز وجل وعند الله يجتمع الخصوم لانك بتتكلم في الدين من انت حتى تمنع شرع الله منتخبة مش عايزة تخرج ولا تدرس انت عايز الرقاصة انت عايز المعلمة اللي طلعت رأسة في مركب في النيل هي اللي تعلم ولدنا عشان حضرتك عايز شباب مش بيدور غير على شهواته وملزاته شباب مغيب مش هيدور على حقوقه شباب تسوقك النعاج حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي من ساندك وفي من دعمك وفي من اواك وفي من عينك وفي من وافقك وفي من ايدك دينك دينك لحمك دامك وان قتلت وان حرقت دا احنا هنتكلم في احكام الخطوبة شرعك ما سابش حاجة ايها الاهوج والاعرج شرعك قالك اما تيه تخطب واحدة للزواج قالك لها احترامها لك رؤية شرعية مرة واتنين لو احتاج الامر لك انك تشفة لو ناوي تخطبها لك انك كذا وكذا لكن بعد كده حرام وتنظر اليها باحترام واذا نظرت بشهوة فلا يجوز كل دا هنقوله في الدارس دينك احترم المرأة اللي انت بتعاملها كسلعة فاكرينك هتطلع تقول هنمنع عن الشباب الموبايلات في المدارس الشاب اللي هلاقيه بيشير فيديو فضح هنعمل فيه البنات اللي تيجي لابسة لبس زي فتاة جامعة طنطلة وفاكرين اللي الشباب اعتادوا عليها لانك هتجالب فستان رأس في الكلية تقول هنمنع البنات تيجي ببناطي المحزاقة كتك ستين واكسة يا اخي يا اخي عملك الله بما تستحق وارانا الله فيك عجائبة قدراته طلعت تمخض الجبل فقران عايز تمنع النقاب في المدارس وتمنع النقاب وهيطلع لك بعد كده زي كريمة طلع يقول لك انا اطالب بمنعه في جميع يا اخي اعماك الله حتى لا ترى امرأة لا متحجبة ولا غير متحجبة عايزي تاني وانا في ارض الله الحرام وادعو عليك وساجعل ديداني ان ادعو عليك وعلى من ايدك وعلى من ساندك وعلى من دعمك لان احنا زهئنا بقى انتو شايفين الشباب عمال يضيع ويتبهدل ويتمسخر وعمالين نقبض على ناس عمالة تأذين محارم وتبهدل الدنيا كل اللي تعبك النقاب هو النقاب ده يتعبك وكده ليه يا جماعة انا عايزافها انتو عشان جواك وسخن في قلوبكم عايزين كل النساء كاسية عارية انتو صعبان عليكم تشوفوا واحدة محترمة وهرجع اقول لستو اقول ان كل منتقبة محترمة وكويسة في من يتسطروا بالنقاب بس تعالي هنا يا حبيبي في واحد لبس النقاب وراح عمل جريمة طم ظابط الشرطة بيستغل سلطته وبياخد رشاوي منعت الشرطة مجروتوش تتكلموا أصدر الشرطة ما في قاضي بياخد رشوة ويحكم بغاوة وانا اعلم القضاة بالاسم فعلوا ذلك ما منعتوش القضاء ليه؟ يعني ممارسة خطأ لفرد أو لفصيل أو لكده تقوم تجعلكم عايزين تقضوا على الموضوع كله وبعدين انتو عايزين تحسسونا ان البلد مش بلدنا ليه؟ انا مولود فيها زي زيك يا اخي انا مولود وربتي رحيتي مراتي مولودة وانتقبت قربت زميل تجارتي هذه انتقبت هذا التحق ايه؟ هي بلد بقت بتاعتنا؟ بقت بلد ناس معينة؟ بقامرت ايه؟ بقامرت ايه؟ ما تروح تشوفوا البلاوي اللي بتحصل في كل حاجة لا بلد لا فيها لا دعليم ولا دين ولا صحة ولا اي حاجة خالص بلد اخطاء متتالية عما لا تحصل وبنتنع لهم علموا الناس دينهم عشان ينفحهم في الاخرة في الاخر الكلام مش هيجيب فايدة في الاخر الكلام ما بيجيبش فايدة لكن تيجوا على الشواء السوابت بتاعتنا وتكلمونا في نقاب وسنة وكذا وكذا لا والله والله ما هنسكت هذا دين هذا دين فتلبسوا على الناس يا رجل تطلع واحد من المزعين بتحهم يقولك انا مش هقول لكم ان نقاب فريرة هقول لكم انه فضيلة تقول انت يا كريمة تقول لي لا دا لا فرض ولا من الدين ولا ويعمم يا اخي يعني ألبسك الله سوب المثلة في الدنيا والاقرة وعملك الله بما تستحق انت ومن على شاكلتك لان انت لا قرأت فقه ولا فتحت كتاب دين ولا تعرف عن دين ربنا حاجة انت راجل يعني فعلا اسأل الله العظيم ان يعاملك الله بما تستحق وان تفضح على روس الخلائق وان غدا لنظره قريب ونلقاك بين يدي الله عز وجل انا راجل لاست عالم ولا حتى طالب علم ولا عندي اي شيء من العلم بقرأ من كتاب هقف وهحجك امام الله عز وجل وعايزك تقف كده بين يدي النبي وتقول له يا رسول الله انا قلت للناس النقاب مش في الدين انا قلت انه امنا عائشة ما قالتش الكلام ده وعايزك تقول كده قدام النبي عشان ارشين الدهم لك ولا عشان منصب الدهولك ولا عشان اللي الدهولك ما انت مش هتطلع طول كده لللف لله حسبي الله ونعم الوكيل مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في كل هؤلاء الذين باعوا دنياهم باخراهم باعوا دينهم باعوا كل ثوابة الدين قل لي كده رأي الامام احمد ايف تغطيت وجه المرأة يا عالم يا ازهاري قل لي الامام احمد الف المسألة دي ما تقول سمع الناس قل لهم الامام الشفيع رأيه ايه قل لهم الاربعة قالوا في زمن الفتنة رأينا ايه وقل لي ان ده مش زمن فتنة بس انت تقريبا ران على قلبك فاصبحت ما بتقرش ولا بتسمع غير الاسكليبت اللي بيجي لك عشان تقوله وحسبي الله ونعم الوكيل لن اعتذر ان انا انفعلت لان هذا هو ما يجب ان يكون اشتركوا في القناة